بسم الله و السلام و عليكم كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالصحة و السلام دائما يا رب اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم واحد كيك الليدر واحد ضجف مواقع التواصل الاجتماعي كنتمنى ان هنا الاعجاب ديالكم تجربوا اكيد سيعجبكم صراحة كيستحق التجربة لانه شكله مغاير ونبدلو بحلقة مرة 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 بمائدة ديالنا اكيد سيعجبوا ليداتكم لانه مش دائما نبقى في الروتين ديال الكيك العادي وأكيد اتسكم البنات والخصم اعجاب law başبار لني دا تجرب اليدات الأول عندي المقادر بالنسبة المقادر أي مقادر جد بسيطة عندي خمسة ديال بيضات اللي عزلت البيض يبحد ويب hose اضغط 5 بيضات كأس السكر العنب يحتاج إلى الملحة بيض وأبعد عضل الرشيشة نقوم بشكل كمسون نضيف الحليب نضيف في الكبل نضيف فانيلا ونضيف خمارة في الخليط ونحتاج الكاكاو نحتاج كل خليط كأس ونصف نقسم كأس ونصف ونقسم كأس ونصف نقسم كأس ونصف ونقسم كأس ونصف نقسم كأس ونصف نقسم كأس ونصف خمسة بيض سوف نصف سكر سيندع ونصف مع أول جد بيض نقسم كأس نضيف لك نصف كاس العنبه ونصف كاس العنبه ونصف مباشرة نضيف نصف كأس العنباء والحليب نضيف نصف كأس العنباء والحليب نضيف نصف كأس العنباء نضيف نصف كأس العنباء نضيف نصف كأس العنباء نضيف نصف كأس العنباء نضيف نصف كأس inverse parle نضيف نصف كأس العنباء نضيف نصف كأس العنباء نضيف المصدر نضيف المصدر نضيف المصدر بيض يكون صفر لا يكون كدغة أهم أنه لا يكون صفر لن يكون صفرين نضيف المصدر سوف نضيف المصدر و أكيد سوف نقوم بيض نحاول اني نحيد هذا ونضي الخليط الاخر لا مشكل انكم تخدموه بنفس الطراب لان اهم حاجة اننا نطلعو الابيض هو الول هي الي الاصفر بجيك ساعة لطلعنا المناس الابيض الاصفر ما غاديش يبغي يطلعلينا لطلعنا الاصفر هو الول خاس مضرور نغسلوهم ونمسحوهم لكشي علاش طلعو الابيض هو الول كيف مدرت انا هنا بعد ما طلعليه يعني الاصفر هو نصف كأس ديال السكر غادي نحاول اني ندير الزيز غير بشوية بشوية تدريجيا ومن بعد غادي ندير الحليب بالنسبة الحليب تهو نصف كأس بالعبار ديال العنبه يعني المجموع في الكيك كامل كنحتاجه كأس هذا البناس بحل الكيك العادي اللي كنديره معتمد غير هو فيه يعني كنبتاكره شوية كيف مكتلكم كنحاولو اني ندير شي حاجة اللي كتكون مغايرة جديدة وكيجي صراحة عائلي كيجي طالع كيجي فش فش كيجي رطب وكيجي زوين وهنا غادي ندير كأس هذا كأس ديال العنبه اللي من غرب القبل وغادي نزيد واحد الكأس اخر وغادي نخليهم يعني غادي ندير خمارة يعني الخليط الاول درت فيه خمارة كيس ديال خميرة والخليط التاني درت فيه كيس ديال خميرة حتى النوم البنات غادي نحصل على ذا كاكاو يعني هان ديتكم مقادير مضبوطة جدا ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معاكم يعني المقادير كنا درناها بقالينا الا الكاكاو يعني الكاكاو المر هو اللي بقالينا غادي قولي لبنات مش غادي نستعملوا يعني معناش كاكاو مر امكان لنا ان نستعملوا ذاك الشوكولات الحلو صراحة البنات كيجي بالكاكاو مر احسن وكيبان فيها يعني اللون كيجي احسن وشكل دياله كيجي احسن استعملوا هذي كاكاو المر لما عندكم ش ديال العبار امكان لكم تستعملوا ذاك ديالي ساشي تقريبا كيدير شي درهم ونصف الواحد خدوا هكاكجوج غادي قدوكم ان شاء الله هناصفي بعد ما خلط الخالط ديالي ما بقالي حتى حاجة ان شاء الله من غير اننا غادي نزو باش نصوبوا الكيك ديالنا كيفاش كيجي صراحة جد بسيط جدا كيف ما قلت لكم البناء اصلا ما فيش تعقيدات لليكتار نضيفه كيك فادشكل سيستغربوا ويحسب لي كريمة ويشكين شوكولات من الداخل يعني ما غايف يفهموش كيفاش نودرنا في علش لا نحمروه جهنا بحلقة مرة مرة ونضيلوا تحنا شي حاجة اللي تكون زوينا نبدله بحلقة الريتم اما البناء سراه المقادير دياله ونضيروا في البعض البيضاس هذا ره زائد في غير بيضة هذا هو القوام ديال خاليطة البناء سوف نجيب المول من الاحسن هذا المول طويل من الاحسن ما كانش عندكم ماشي ضروري استعملوا مول دائري المولد هنسو بز بدور شيتو بالتقيق دائما فيما كان بغين نحضر اي كيك كان حاول انني ندهل المول هو الول وكان خليه جنب فيما كان نود انني كان بغين ندير شي كيك كان عرف المول اللي غادي نستعمل هنا اخذيت الخليط الابيض يعني الخليط الابيض اللي هو بيض قدرت واحد الكيميا وغادي نحاول انني غادي نضيف عليها الكاكاو اللي هو الشوكولات مر غادي نغرب له بشوية بشوية حتى نغطي ذاك الخليط كامل ومن بعد غادي ندير هاد الخليط اللي كيكون اسفر صراحة بنتي يعني المقادير اعطيتكم مضبوطة جدا وما اعطيتكم المقادير انا اقتصادية هنتو ما غادي نشوفوا يعني غادي كيك خيط واحد كيساعدنا باش انه غادي 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 نغطي لنا البلايس كاملين يعني غاستعملوا هاد المقادير مضبوطة واكيد غاينجح معكم وغادي خبيلكم يعني البلايس كاملين ديال الكيك يعني كيك غادي خيط واحد لانه كيكون ناجح كذلك غادي نعود عود ثاني ندير واحد طبقة اللي تكون مهمة ديال الشوكولات هو الشوكولات المر غادي نديرها من فوق ومن بعد اكيد غادي ندير الخليط الثاني الخليط الثاني اللي هو الابيض حلوكو هاد المقام حلوكوة كاختين سالي يعني كيكونو تقريبا جوجيال الطبقة مشي بزاف دبا غادي نغل خليط الابيض صافي وغادي ندير اسفر وغادي ندخلها الفررر اللي كيكون سخون من قبل ندخلوها الفرررنا المنت اللي كون سخون بزاف وبعد مني ندخلوها اكيد نقسو على العفية تكون مهيلة تاخد الوقت تقريبا 40 دقيقة وغادي نجيبه واشمو الريحة كيكاعدنا في الضار سنعرفها بانها طابت سنجيبوا واحد العود ديال شوى اللي كيكون ديال العودية شوى اللي كيكون ديال الخشب ونحاولوا اننا نقلبها وبشي فورشي بانها طابت لينا مزيان ففي يوم بعد غدي جبدها ان شاء الله بشوفوا الشكل نهائي ديالها لبنات لي عندهم يعني نفرر بحل ديال لقاس ديالي انا رك نحاول ان نستعمل شي مقلة او شي لاطة من التحت باش بحل لك نتجنب انها تحرق ليا يعني ديروها واخليوا على عفية مهيلة هنا لبنات يعني در الطبقة الاخيرة ديال الخليط اللي بقى ليه بيض كيفما يجيكم القوام او يعني مقادير اللي اعطيتكم مضبوطة جدا يعني يجي القوام هو هدك سافيو هده هو الخليط الاخير اللي غدي بقى غدي نديرو ان شاء الله غدي نخبي به الوجه كامل باكمله واكيد ان شاء الله غدي ندخلها الفران بعد ناطب غدي نرجع معاكم بالنسبة لتزيين كيبقى لكم ثم اختياري زوينوها باي حاجة يمكن لكم تصوبوا لسوز دير شوكولاتة لسوز شوكولاتة اللي كتكون سالة يمكن لكم ديرو اي حاجة في التزيين اللي بنات زينوها باش ما بغيتو بغيتو تخلوها بحلاكك المهم انها صراحة مني كتحلوها من الوسط كتعطي واحد المنظر رائع جدا كتكون زوينة بالنسبة لتزيين ثم كيبقى لكم اختياري زينوها باش ما بغيتو ثم كيبقى لكم اختياري هنحاول انني غاد ساليها كاملة بعد مساليتها اكيد غادي ندخلها الفران غادي نطيب ان شاء الله وغادي نرجع معاكم باش نشوفوا الشكل نهائي ديالها بعد ما خرجت لي البنات هادو الشكل نهائي ديالها انا ضروري كتر تقلي يعني الكيك من الفوق لان عندي هاد المول كبير بزاف وخامكي ما نشوف الكاميرا والكاربنات عندي هاد المول كبير بزاف غادي نحاول انني غادي نحطف طبصيل باش نخليها تبرد لي واحد شوية اكيد غنزينا معاكم وغنقطعها معاكم باش شو فو كتشوفوا ابن هادوك الطبقات لي كيجيوديل يعني هادطبقات لي كيجيوديال يعني الطبقات لي كيجيوديال الشوكولات سراحة انطبت على خاطرها يعني طبت على خاطرها نيت انا حاول انني نقضها فالتبصيل وغادي نذهنا غيب شوية ديال كو فيتير ستعملون كو ما اللي بغيتو انا صراحة بغيب المربا وديرو الرباج بغيب ندير فيها كوكا واللوز ايفيلي من الفوق باش تعطيني ذيك القرمشة اللي كتكون زوينة من الفوق كتدي صراحة بها زوينة وبالنسبة لتزيين البنات قلت لكم كيف يبقى لكم اختياري زينوا باي حاجة كتبغيوا يعني بتزيين بدعونتو ما كيف ما بغيتو وكنتمنى صراحة انكم تجربوها لان فعلا كتستحق تجربة لمنظر ديالها غزان بزاف شي حاجة اللي مغايرة وكنتمنى من الفيديو ديال يوم اكيد انه يعجبكم هنا البنات يعني اخديت واحد شوية ديال كوكا او اللوز ايفيلي اللي متوفر لكم حاولت انني نحمره في الفران لان فاش كنحمره في الفران يعني كتجي واحدة حميرة كتجي زوينة وانتو ما كيف يبقى لكم الاختيار باش ما بغيتو حاولوا انكم تزينوها حتى الان ما عندكم شان بات باش تزينوها كلو غير بحلا ككتجي صراحة تزوينها انا غنحاول انني نزينها برقائق اللوز وغادي نحاول البنات انني غادي نجيب غادي نجيب واحد لموس ان شاء الله باش نقطع معاكم باش شوفوا كيفاش كتجي كتجي ملدخل طرحات زوينة ومنظر ديالها زوين كتمنى انكم تجربوا وتخلوها لي في التعليق تقولوا لي كيف اجدتكم وكاتبنا على فيديو ديال يوم اعجبكم واكيدي اللي عجبكم ما تساوش تبرتاجيه مع حبابكم وصحابكم فموقع تواصل اجتماعي باش تعمل فائدة عالين جميع وتخليوني اللايك ديالكم وتعاليق ديالكم اللي كيزيدو يخليوني انني نعطي اكثر انا غادي نقطع لكم واحد القطع باش شوفوا كتجي صراحة كتجي رائع جدا يعني كيك رائع جدا البنات زوين بزاف زوين زوين صراحة بزاف دار واحد ضجة وكيس سهل انه يدير عليه ضجة وكنت انا اللي جربته وصراحة كيجي زوين انتم ما كيباليكم كيفاش كيجي وهذا هو الشكل دياله وغادي نجيب لكم واحد المعنق قبل شوفوه كيجي اللي بنات مفش فش بالزفر طب زوين شكل دياله صراحة كيجي زوين يلا عني قلت لكم ما يجي عندكم ضيف اكيد غادي سوو لكم على مقاديره وغادي تحملوا به وجهكم قدام ديوفكم لانه صراحة كيجي بغل منظر دياله را كيجي زوين قلما دق رائع جدا بدوك المقادير اللي بسيطة جدا وكتجي تبارك الله واحد الكيكة عائلية ما شاء الله يعني كتجي كبيرة كيكة عائلية اللي ما شاء الله يعني غادي تقضلنا ما شاء الله لانها كبيرة غادي تقضل عائلة ديالنا او الضيوف ديالنا وكنتمنى البنات من الفيديو ديالي معجبكم مرة اخرى وغادي نقول لكم خليتكم على خير وخليت لكم مراحة وما تنسوش اللايك والتعليق والبرتاج والى فيديو قادم ان شاء الله ومع السلام اشتركوا في القناة